اشتركوا في القناة اود في البداية ان ارحب بفخامة رئيس رجب طعب اردوغان والوفد المرافق لسيادته في اول زيارة له لمصر منذ اكثر من عشر سنوات لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثر علاقتنا الثنائية ويضعها على مساريها الصحيح واكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والارث الحضاري والثقافي المشترك بيننا ويؤمن هنا ابراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة فمصر حاليا الشريك التجاري الاول لتركيا في افريقيا كما ان تركيا تعد من اهم مقاصد الصادرات المصرية وقد اثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الاعمال بالبلدين وبالتالي سنسعى معا الى رفع التبادل التجاري الى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون السيدات والسادة اود ايضا ان نشير الاهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتزبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية حيث تواجه الدولتين العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الارهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة وعارف في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من اجل النفاذ السريع الى اكبر قدر ممكن من المساعدات الانسانية الى اهلنا في قطاع غزة اخدم في الاعتبار ما يتمارس السلطات الاسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع ولقد توفقت وفخامة الرئيس اردوغان خلال المباحثات على دورة وقف اطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهديئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في اقرب فرصة وصولا الى اعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة كما اكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشرعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد ونقدر ان نجحنا في تحاكل الاستقرار الامن والسياسي في ليبيا سيمثل نموزجا يحتذا به حيث ان دول المنطقة هي الاقدر على فهم تعقداتها وسبل تسويت الخلافات القائمة فيها يهمني كذلك الترحيب بالتهديع الحالية في منطقة شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها وصولا الى تسويت الخلافات القائمة بين الدول المتشاعة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة كما اكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في افريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار وختاما فانني اتطلع لتلبيت دعوة الرئيس اردوغان لزيارة تركيا في ابريل القادم لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما ويرثيهما الحضاري المشترك مرة اخرى رحبك فخامة الرئيس وارغو ان تتفاضل بإقاء كلمتك بسم الله الرحمن الرحيم سين جمهور باشكنا دعالي بسيط المنشف فخامة الرئيس والسادة والسيدات الاعلاميين احييكم بكل محبة واحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين جمهور باشكنا نازك داوتين اجابت لأزون برسنين اردوغان انني سعيد بان اكون هنا في القاهرة مرة اخرى بعد فترة طويلة وهي 12 سنة وانا اتقدم بجزيل الشكر الى الرئيس السيسي و جميع الاخوة المصريين على حسن الاستضافة والحفاوة قبل حديث عن حديثي ايضا تفاصيل لقائنا هنا اود ان اعرب عن تمنياتي بالشفاء العاجل للذين اصيبوا في مدينة ارزنجان التركية وللأسف الشديد هناك وفاية تسعة من ايضا العمال في المنجم قد فقدوا ارواحهم واعمال البحث مستمرة ووزير الطاقة ووزير الداخلية قد كلف باداء مهمة هناك متابعة الاعمال ايضا ونحن نتلقى معلومات وثلاثمائة تسعة واربعين مختص الى جانب الثمانية وستة وثمانين ايضا من فرق داعمة وادوات مستعدة مثل اربع واربعين مولد الطاقة واكثر من ثلاثمائة ادوات وآلات لالانقاذ الى جانب ستة طائرات نمو السيرة تعمل هناك ونحن سنعمل حتى نصل الى هؤلاء المواطنين واسأل الله ان يحمينا من جميع الافات والبلاوي ايها الاخوة نحن في الواقع نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد لما يزيد عن الف سنة ونحن نريد ان نرتقي بمستوى علاقاتنا الى المسار اللائق ونجد بان الارادة نفسها موجودة لدى الجانب المصري وقد رفعنا مستوى تعاوننا الى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وقد عربت بانني انتظر فخامة الرئيس في زيارته الى انقرة من اجل اجتماع او عقد الاجتماع الاول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى واعتقد ان هذا الاجتماع هو سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية واليوم في مشاوراتنا تحدثنا عن ووضعنا هدفا بان نصل بحجم التبادل التجاري الى 15 مليار دولار في اقرب وقت كما اننا عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا كما تبادلنا الاراء ايضا في امكانية اتخاذ تدابير اضافية من اجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي ومجال الصناعات العسكرية والدفاعية يعتبر مجال تركيا قد اثبتت قوته فيه ويمكن ان نطور علاقاتنا ايضا بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين ويمكن ان نطور علاقاتنا وتعاوننا في مجال الانجي ومجال الطاقة وإلى جانب ايضا يمكن ان نعزز روابطنا في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية وسنبذر قصارى جهدنا وكذلك ان معهد يونس امرا في القاهرة يعتبر اكبر فرعا لمعهد يونس امرا في العالم من حيث الاقبال عليه لتعلم اللغة التركية وفي السنة الماضية فقط قد تم تسجيل اثنين وعشرين الف طالب مصري في هذا المعهد من اجل تعلم اللغة التركية وهذا يبعث على السرور والسعادة ايها الاعلاميون ان ما يحدث في غزة من مأساة انسانية قد تصدر جدول اعمالنا اليوم ومن خلال الهجمات الاسرائيلية الى حد الان قد استشهد اكثر من ثمانية وعشرين الف فلسطيني كما انه اصيب ما يقارب سبعين الف فلسطيني بريء وقد تم استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومباني تابعة للامم المتحدة وان ادارة نتانيوهو فقط استمرت بسياسة الاحتلال والقتل والمجازر ايضا رغم ردود الفعل العالمية ايضا ومن اجل ايصال المساعدات الى غزة يعتبر من اولويتنا ايضا ومن الى حد الان من بلدنا قد ارسلنا ما يزيد عن واحد وثلاثين الف طن من مساعدات انسانية ايضا ولا شك نحن نقدر هنا دعم جهات مصرية ايضا واشكر كذلك الهلال الاحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الامر والى جانب مساعداتنا الانسانية ايضا وقد استطعنا ان ننقل اكثر من سبعمية مصاب فلسطيني مع المرافقين الى تركيا وكذلك الخبراء يتباحثون فيما بينهم من اجل بناء مستشفى ميداني في غزة ونحن نتطلع الى دعم اخوتنا المصريين لبناء هذا المستشفى الميداني قريبا وان المبادرات لتهجير سكان غزة بحكم العدم بالنسبة الينا ولا يمكن ان نقبل بتطهير غزة من السكان كليا ونحن نقدر موقف مصر في هذا الامر ايضا وان ادارة نتنياهو فيستمر في مجازره وهو عليه ان يكف عن ان ينقل مجازره الى رفح ايضا وكذلك ان المجتمع الدولي ايضا يجب ان لا يسمح بهذا التصرف الجنوني ومن اجل ايقاف اراقة الدماء في غزة سنظل على تعاون مع مصر ايضا وعلى مدى متوسط فان اعادة اعمار غزة وتضميد الجروح يتطلب مننا العمل المشترك ونحن جاهزون للعمل مع مصر في هذا الشأن ايضا السادة والاعلاميون وفي لقائنا مع الرئيس مع فخامة الرئيس تترقنا الى مواضيع ليبيا والصومال والسودان ونحن اكدنا حرصنا على الوحدة الاراضية لهذه الدول الثلاثة وامنها واستقرارها ونحن في افريقيا او في الشرق الاوسط او في اية مناطق التي تربطنا بها علاقات تاريخية وتعلق قلبي بها بان تحدث اي حرب او حالة عدم استقرار ونحن عازمون على ان نستمر في التنسيق والتعاون مع مصر في تناول وتباحث كل هذه المسايا والقضايا العالمية ايضا وانا بهذه الكلمات اجدد شكر الخالص لفخامة الرئيس واتمنى ان تكون هذه الزيارة وسيلة خير لبلدينا ولمنطقتنا وللعالم برمته اشتركوا في القناة